يا أيها الناس اهبدوا ربكم الذي خرقكم والذين من قبركم لعلكم تدرون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا ما رأى التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رلقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رلقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يقرب مثلا ما مغورة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عبد الله من بعد ميزاقي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أهواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يرئيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خنق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوىهم سما سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعد في الأرض خليفة قالوا أتجال فيها من يفسد فيها ويخبك التماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدر فسجدوا إلا إبنيس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وخدر حيث شئتما ولا تقربا من الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عملا فأخرجونا مما كان فيه وقل لهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتنقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التعواب الرحيم قل لهبطوا منها جميعا فإن ما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يعزنون والذين كفروا وكربوا بآياتنا أولئك رفحا من النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أمعنت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم فضقا لما نعكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيم صلاة وأاتوا الزكاة واركعوا مع الراكرين أتأمون ما سبب البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإن ما لكبيرة إلا على الخاشعين الَّذِينَ يَرْمُّونَ أَنَّهُ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ